اكد صعدت الدكتور ناصر علي قائد الرئيس التنفيذي لهئة البحرين للسياحة والمعارض ان مملكة البحرين توفر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال توفير التسهيلات اللازمة لمختلف المستثمرين جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لهئة البحرين للسياحة والمعارض في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناع الفرنسية بمملكة البحرين بحضر عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال والشخصيات حيث نوها قائد الاحتضان للمملكة للعديد من المشاريع الاستثمارية الفرنسية في القطاع السياحي مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة خاصة فيما يتعلق بالمجال السياحي مثنيا على دور الغرفة في تعزيز الجهود الثنائية على شتى الأصعدة وتشجيع الاستثمار السياحي في القطاع الخاص اشتركوا في القطاع